صباح الخير عبدالإله وصباح الخير سارة احنا اليوم طبعا متواجدين زي ما ذكرتم مع المصممة ومنسقة الأزياء رانيم شعبان مو بس لأنها رانيم ولأنها مختلفة وحابة أنه هي تبرز موهبتها أكثر لا لأنه احنا اليوم حابين نعرف أكثر عن أزياء الشتاء عن ألوان الشتاء عن ايش ترند عندنا هذا الشتاء يا رانيم أهلا وسهلا بيكي في البداية نورتين على الشاشة الإخبارية برنامج اليوم نبغى نعرف رانيم في البداية إيش أكثر الإطلالات الدارجة لهذا الشتاء أوكي دحينا في عشرين عشرين وواحد وعشرين الفول وينتر تقريبا مو سلي فوكس على النتد أنا حاجي كده عشان نشوف أهلا أنت جيتي كده يلا أوكي سو هذا أول لك عندنا النتد لو لاحظتوا حتى في الرنويز مو سلي كانت من أشهر القطع الموجودة وحتى في زارة والمحلات العادية إنه موست بيس لأن في نفس الوقت تدفي وتقدري يستايل بكم طريقة وبكم لون طبعا عندنا هنا كمان درجات الأزرق والبيج والأبيض والأسود الليذر زي ما أنتوا عارفين من أكثر الأقمشة اللي تكون في الشتاء وهذه السنة الترنت في كل الألوان مو بس في الأسود أكثر للناس اللي عندهم برد أكيدا يس يس أكثر طبعا لو نتكلم على الجو هنا عندنا في السعودية الليذر مو سلي في الأكسيسوريز بس مو كفل لك كمان التريكس من أبرز الباترين الموجودة في الشتاء بمختلف الألوان كمان عندنا من الشال مشهورة في كورونا اللي هي الستس اللاونجوير يسموها كمان وتقدر يستايل صار عندنا موسم كورونا صارنا بنقول في موسم كورونا بالضبط في أكثر الترنت اللي طلعت وإحنا في كورونا الناس بتحاول تطبقها على ترندل شتاء فعندك الكارديغنز هي تعتبر من اللاونجوير بس في نفس الوقت طلعوا مننا ستايلات كتير تقدر يتنسقيها نايت لوك ومورننج لوك أزوال كمان عندنا يعتمد أكيد على الجو وإش المدينة اللي أنا ساكن فيها إذا كنت من رياضة وإذا كنت من جدة طبعا لو كنا في جدة حتضر يتاختي من يعني أخف الأنواع الأقمشة مثلا عندنا هذا الست برضو يعتبر لونج في نفس الوقت يمكن ما تشت مع نايت لوك أو شي يعني حق خروجات يومي يمكن أكثر الأشياء اللي شفناها في لوك هذا الشتاء رنيم اللون المتشابه نحن عندنا نفس اللون لكن بدرجات مختلفة على اللوق كامل الألوان ده حينا مرة اختلفت في الشتاء اللي فات كانت بس تحينا كلها ألوان باردة ألوان دافية عندك درجات الأزرق البني الأبيض أسود كمان المارون اللي هو العودي الأحمر مرة طالع إذا جينا نتكلم رنيم على قطعة أساسية مثلا في الشتاء المفروض أن هي تكون مثلا عندنا ونقدر أن ننسق عليها أكثر من قطعة فإيش رح تكون القطعة؟ من الأشياء الأساسية اللي تكون عندك في الشتاء طبعا الهاي نك الترتل نك بمختلف الأقمشة طبعا يختلف من منطقة المنطقة عندك برضو من الترينز المهمة اللي هي زي ما قلت النتد سويترز أو بست ألبست مرة من أكثر قطعة طالع حاليا خصوصا مع القميصة الأبيض يكون ستايلت بطرق مرة مختلفة زي هنا أنا حطت لكم مثلا اللون البربل داع اللافندر أمرة طالع دحين مع طبعا من الأساسيات أنا بالنسبة لأنه الأكسسوريز طبعا في المناطق الباردة تحتاج أن تغطي راسك أو شاعرك بطريقة فالهاتس البوريت عندي مرة شي مهم أن يكون طبعا عندك بليزر أو كوت مرة تقيل في ناس بيستعملوا بطريقة مختلفة لتسمى في الرياض البنات يلبسوها الفروة على شكل كوت زي عباية فمرة في أشياء مرة مهمة كثير آخر نصيحة عشان يكون اللوك كامل لأي بنت تبغى تكون ترينتها من اللي شفته من الرنويز والريسرش وكل هذه الأشياء أن يكون عندك ستيتمينت بيس مو شرط تكون في الأكسسوري ممكن تكون في نفس اللبس زي مثلا الفيس دا الشنطة الشنطة تكون برايت كولرز إذا كان اللوك كله ميوتد أو نيوتشل فالأكسسوري هي اللي تبين اللوك يطيك العافية شكرا لك رنيم وعلى هذه النصيح وعلى هذه المعلومات وتوقع بعد كده كل أحد يقدر يطفي شخصيته وطابعه الخاص على مظهره الخارجي شكرا لك رنيم شعبال إن شاء الله جميعا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا نرجع مرتاني للستوديو سارة وعبدالله يطيك العافية غدير شكرا جزيلا غدير البلوشي